صباح الخير عليكم إن شاء الله كامل تكونوا ملاحو صحتكم لا بس مرحبا بكم معايا في فيديو وفي وصفة جديدة توجوغ مع الوصفة السهلة الاقتصادية والصيفية بوكو بليس اليوم نقترح عليكم هاد الوصفة حنديرو إن شاء الله فلفل محشي مشوي في الفوق بلاسو استومات طريقة التحضير جد سهلة مكونات بسيطة تاني كل بنا ديالو ما شاء الله يجي بنين خفيف مدوزن وبزاف بزاف سهل بلا ما نطول عليكم كتر نحو نكتشفو المكونات وطريقة التحضير نشوفو هنا وش نحتاجو كم مكونات أول حاجة عندي كمية ملفلفل حلو خدر ولا طرشي كل واحد كيفاش يسميه شويتو عطابونا عبخي نحطلو هاداك القدمير ديالو الفوقاني ولا هاداك لو شابو كيتشوي وهنايا ما تشللوش نحولو برك هاداك القشرة الكحلة ديالو جوث باش يقاردي لكم لبنغو تاش شويا نحتاجو هنا تاني كونتيتي مصدرة على الجاج يكون أشي يكون مرحي عندي هنا سوك حبيبات طماطيش حجم كبير يكونو حمورة بياه أرحيتهم في الميني أشواخ نحتاجو حبيبات بصل حجم متوسط مرحية تانيك عندي هنا كمية قليلة مع دنوس مقصو مرقيق نحتاجو هنايا سنينات تحتوم غابي مغير فاكبيرة تعمك لشابلوغ مغير فاكبيرة تعمك لزيت وتطماطيش تالباطا بالنسبة للزي بيس نحتاجو ملح في الفل كحل وشويا فلفل عكري هنايا حنخدم معاكم 1 سوستومات في طنيجة صغيرة دير هاداك مغير فاكبيرة تعمك لزيت ضفت عليها هنايا هاداك الحبيبات بصل بصح وشنو استعملت نص الكمية نص نستعملو لفخص ونص لسوستومات مام هنايا تانيك بالنسبة للتوم حنقسمها اندو شويا لا سوستومات وشويا لا فخص نضيفو عليهم هنايا تانيك مغير فاكبيرة تعمك لزيت وتطماطيش تالباطا ونقلوهم كامل كيف كيف قلوهم بيان في هاد اليتاب باش هاداك تعمك لزيت وتطماطيش تالباطا تنحلها كامل لصيدي تتاحا ولا هاداك القروسية يعني خدوا وقتكم في التقلية يعني حنخدمو سوستومات سهلة سوستومات اغدينة وشنو منش حنديلها الزيتره واللرند نديرها السامبل بعد ما تقلو ليبيا نضيف هنايا الكمية تطماطيش تالحبا لقوتلكم رحيتها في الميني اشواخ نزيد نضيف عليهم تانيك هنايا التوابل ملح في الكحلوف الفل في العكري ونخلي هاد الاسستومات ديالي تطيبلي نص طياب منش حنطيبها كمبلاتمون كي ما قوتلكم نطيبوها نص طياب باس كي ابخير نص الاخر راي رايحة طيبنا في الفوق هنا كي نشوفها دارتلي هاد البيلب و لهاد الفوقعات نغطي عليها ونخليها كي ما قوتلكم ونعودلكم نص طياب هذا ما كان هنا من جهة واحد اخران وحن وجدو لا فخصة هنا هنا عندي صدرت الجاج بالنسبة صدرت الجاج انا رحيتو في الدار متشروحش مرحي بيانسيوخ وتقدرو مام تانيك تا وضوه بلا فيون داشي كل واحد يدير اللحسب الرغبة نضيف هنا ايديك الكميات على البصل ووالا ليشتوني مقبيل قسمتها اوندون نزيد نكمل تانيك لا كونتيتي تاسنينات تا التوم لي مقبيل قسمنا هم لا زود شوية فلا صوس وفلا فخص نضيف هنا ايه الكميات تا المعدنوس نزيدو هنا ايه مغرفة كبيرة تا ماكلة تا لاشا بلوغ الدور تا لاشا بلوغ انو تزيد تطرينا الحم ولا الجاج ديالنا بلا ما نساو نتبلو هاد لا فخص ملح فلفل كحلف الفل عكري كي مادرت سويس وفلا صوس وهنا يا بطبيعة الحال مغير فا كبيرة تا ماكلة الزيت استعملتنا هنا يا زيت طبيعي ولا زيت نباتي ووالا نخلطو كامل هاد لازنغرديون كيف كيف ووالا نعود ندكركم تقدرو مام تانيك ترم بلا سي والبولي تاعكم بلا فيون داشي يعني كي ما تحبو ووالا فيزوجهم حي نجوكم بنان وفيزوج حي يجوكم خفاف هنا من جهة واحدة اخرى نعود ندور لهادك الفلفل ديالي نشوف وشان حندير كل حبة نقسمها اون دو نقسموها على زوج ووالا نفتحوها ابخي نقسموها اون دو ونحيلها كامل هادك الزريعة الدخلانية بونا كي نحيت لهادك القدمير ديالها نحيت الزريعة قد ما نقدر بسح كي ما لابلكم تبقى شويا كحبيبات زريعة الداخل نكملو نحوهم نحوهم غير بالدهرة علموس ولا تقدرو تانيك نحوهم بيتكم طريقة بزاف سهلة والوصفة هادي تانيك سهلة صيفية ويجي بزاف بزاف بنينا وعلى ملاحظة صغيرة برك حبيت نقدمها لكم بالنسبة الفلفل حلوسي وخيروا للشكل ديالي يكون بيان وعلى الشكل ديالي ميكونش ممعوج ولا مكور كي ما نقولو ماشي هادك تحت تشكتوكا خيروا هكذا الشكل ديالي يكون طويل ملح باش الحبات يجوكم شابين كيتحشوهم وممتني كيجوكم شابين في هادلقاتا هنا كيف كيف نزيد نقسم معاكم حبة نحلوها نقسموها الازوج وبنفس الطريقة نحولها كاملة هديك الزريعة الزيدة مش حبيت نقولكم وقولكم هنا تقدرو تديرو الفلفل ما شوي كي ما درتو انا كم تقدرو تديروه مقلي يعني في زوج حيجوكم هايل والا هنايا راني بديت نرولي في الحبات ستع الفلفل المحشي ديالي نحكمو مورسو هنا ينملحوه شويك يقلي لا برك ماشي حاجة جويس باش ميجيناش سامط نحكمو كونتيتي ما ديك الزفخص اللي خدمناها كيف كيف نديروها في الطرف تحبيبه فلفل كي ما راكم تشوفوا الصورة راهي تشرح نفسها ونبدأ ونرولي وهو بنفس الطريقة تقدرو تديرو هكدا يا بدنجال تقدرو تديرو تانيك لها كورجات القرعة وتقدرو تانيك تديرو البطاطا وشنو تقلوهم ما تديروهمش في الفوق باسك يجوكم شغل ناشفين يولو يجوكم شغل كرتون كي ما نقولو اقلوهم بنفس الطريقة قطعوهم هكدا يا بطول ديالا مال طوال وديرو لهم لافخص اللي حبيتوهم صراحة حيجوكم بزاف بزاف بنان تانيك هنا توجو بلا مان فاسون زيد نوري لكم واحد اخرى نديرو لها كونتيتي صغيرة الملح بش ميجيناش سامط كنت شاركت ديجا معاكم انقراتا بزاف بنان تاباد نجال درت معاكم زوج واحد ع الطريقة تركية واحد موساكا كيف كيف اطباق صيفية سهله بزاف بزاف بنانا خليها لكم في صندوق الوصف ادخلوا لبغدين فو اكو راح نتلقاوهم هكدا باش تنوعوا في الوصفات ديالكم كيما الفلفل للقرعة الباد نجالاوهم على راسهم ودفوان حيرو وش نديرو بيهم جربوا الوصفات لا تغطوا الاطتهم لكم ولا بالي راكو راحين تستفادوا منهم والله هنا ينكملهم كامل بلا مان فاسون هنا يجبت البلا ديالي بيانسور ليروح للفور وهنا ينوريكم الاسوستومات كيما قد لكم طيبتها نص طياب هنا ينبدأ نحكم كمية قليلة شغل نقسمها اون دون نقسمها على زوج ونسبقها في الفلفل تعلمو لديالي هكدا باش نبدأ الفلفل تعنا يتشرب بيان البنات على سوستومات ميجي ناش ناشف وكيما نعرفو كامل باللي صلصة الطماطم تزيد بنا هيلة في الاطباق ديالنا هكدا تديرو كمية قليلة مشوها كامل في الفلفل تعلمو لتاكم منجي هاو حدو خلاط جبت هدك الفلفل الحشي ناهرولينا كيف كيف نبدأ نستفح تقدروا تديرو هكدا يكب تقدروا تديرو حبات كبار تنحولو دك شابو الفوقاني وتعمروه بلا فخص انا محبيش نديرو هكدا بش منستعملش مول كبير كيترولي واه تجي طريقة ديالو شابا يجي بخي زونطابل ومامتنك يتاكلو هيجيكم سهل وما يبقاش فارغ شغل الحشوي يبقى لكم الفوق والحبات على الفلفل من تحت تبقى لكم هكا كفارغة تديرو هاد طريقة احسن تمنا ان شاء الله تتعجبكم هنه يتوجو غراني منستفح والاو هنه يعندي كميات على فاق صدرت الجاج اللي خدمناها هكيف كيف بقات لي كورتها هكدا ديبول صغار ونزيد نحطها فوق هاد الفلفل المحشي ديالي نزيد منها فلفل بالنوم امتنك بش منخليه هاش هكداك والاو نصدفوها كامل كي معاكم تشوفوا معايا من جهة وحدو خلا نزيد نحكم الكمية تلاصستو متلي بقاتي نفرغها هكدا كامل من فوق باش هاداك الفلفل وليبولات تتعبو لي يشربوا لي بيال بنا تعلاصستو تقدرو ممتانك تديرو صوص بيش عمل كم تقدرو تديرو صوص فخوماج يعني كل واحد يديرو وش حب انا حبيتش نخلط بزاف حبيت نقعد توجوغ في لتام تعلاصستو مت صراحة ان يجي بزاف بنا نخفيف هايل بيانسوغ هنائيا زيتاوليه كمية تاع فخوماج بالنسبة النوعية يديرو اللي حبيتو وحندخلوه الفوق ما ياخدليش وقت طويل بساح وشنوخلو داك البوري ديالكم كيمال الفلفل راهو واجد جوست الجاج يطيب لكم كيمان عارفو الجاج ما فيش روح تم تمرة ورايح يوجد تشوفو حطاب بيكي وهكدا يا بيك ولا بالموس ولا وتشوفو بيانسوغ هاداك الفخوماج ديالكم تقراتينا تماتيك تعرفو بلي والفلفل محشي تاكم راهو واجد اعلاو غنا يندخلو طيب ونتلاقو كيف كيف باش نشوفوه في شكل نهائي لاغيسات تعناتع اليوم اهي واجدة بعد ما طابلي هنا يشوفو التقراتينا بيان هاداك الفخوماج دا بلي منيح واخدالي يمبل دوغيخ كيمان قولو والريحة تاعو راهي ما شاء الله يجي بزاف بنين سوختو كيديرولو التوم يعطيكم واحد الماداق واحد الدوزينا فريمون حاجة بزاف بزاف بنينه هنايا كيما عودكم توجوه قسمت الكم مرسو هنايا نقسموه باش نشوفو كيف شجعنا شوفوه يتقسم بيا يتقسم فاسيلمون داك البوليراهو طايب زبدة كيما نقولو ومامتانيك محكم ليش وقت طويل تمتم كانواجد والا البنة ديالو ما شاء الله المقادر تاعو جيد سهلة وطريقة التحضير تانيك بسيطة انا قولكم نجربوه اكيد ماكوش رحين تندمو خفيف وهكده باش تبدلو مشي توجوه نديرو تشكتوكا ولا نديرو شلاداتا فلفل ولا سيهو بهاد الفاصل الابال اللي بلي روح يجبكم وانا شوفو شو نقولكم انا يقدرتو لبلاتير البيان سوسي باسكو نحبو فدار تغمس انتو ما لاحبيتو تجمروه كتر ولا تنشفوها زي دخلوها شوية في الفوخ مشي وقت طويل شوية قسمة تنشفلكم هديك الاساس صراحة انا نحبو ناشف شوية بصح هالزوج ديالي يحبوها كاك باش يغمس ألو خليتو كما يحبو هدي هي الوصفة تعناتي اليوم نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الى عجبتكم ما تنسونيش بالجام الدعم والتعليق ولكنت اول مرة تزوروا القناة وعجبكم المحتوى ما تنسونيش بابوني فعلوا الجارس هكدا باش يوصلكم كل ما هو جديد تلقوا ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة شكرا